ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات النص التاني من شهر ابريل لاصحاب برج العزراء في 2020 برج العزراء احنا عندنا النص التاني هيكون افضل كتير وده انا اتكلمت عنه فيه توقعات شهر ابريل التفصلية لبرج العزراء طبعا برج العزراء النص التاني هيكون افضل بكتير وكل ما يكون يعني الاسبوع التالت ممكن يكون حلو لكن الاسبوع الرابع هو الافضل لاصحاب برج العزراء لأنه يكون فيه تغيير كبير جدا جدا في نفسيته في حياته في أموره العملية في أموره الحياتية تغييره وشكلبة هتغير مصار حياة برج العزراء من حاجات كتير يعني هتخلي نفسيته على الأقل أن هي هتكون أفضل فده هيكون من أحسن الأشياء الإيجابية اللي هتحدث لبرج العزراء في النص التاني برج العزراء هالناس بقى اللي هم يعني مش مضرورين من الحاجات اللي زي كده من الناحية العملية أنت هيكون عندك فيه من ناحية العملية حاجة كويسة ونسبة كبيرة من أصحاب برج العزراء هيكون عندك النص التاني فيه شيء أنت ممكن تكون أنت بتسع عليه وساعت ليه جدا جدا الفترة اللي فاتت يعني لو أنت ساعت الفترة اللي فاتت بشكل قوي هيكون لك عوض النص التاني وحتى أنا قلت الموضوع ده في التوقعات التفصيلية أن هيكون فيه عوض كبير في شهر إبريل حتى أنتوا كمان هتحسوا أنه هو لا فيه رد يعني فيه رد ليكم فيه حاجة عوض نقدر نقوله أنا بشبهها بشكل أن فيه عوض ليكم النص التاني هيكون على قد تعبك يا برج العزراء هتحصل عليه لأن الشيء الإيجابي اللي بيحصل والدعم اللي بيحصل ليك يا برج العزراء هيكون مقابل لسعيك فلما تسعى أكتر كلما أنت هتفوز أكتر فده نقطة مهمة لازم أن أنا أوضحها برج العزراء كمان هيكون عندك شيء مميز جدا جدا وهو حصولك على علوه على ترقية على شيء أفضل أو على كلام كويس عليك إيجابي يعني فيه كلام من أشخاص ممكن يكونوا مدرين عليك أو أو أعلى منك مركز هيكونوا بيتكلموا فيه نقطة لصالحك أو هيتكلموا عليك بشيء إيجابي أنك تعلق أنك يبقى فيه مكافأة مادية لك لحاجة هيكون فيه شيء كويس لأصحاب برج العزراء برج العزراء أنت عندك ممكن أقول بعض الضغوط على فكرة يعني لأن إحنا قلنا في التوقعات التفصيلية كمان للناس اللي سمعتها أنه هو هيكون شهر مميز وإيجابي ولكن فيه صعود وهبوط بشكل كتير يعني مشكل متكرر ولكن النص الثاني أنت عندك هيكون فيه أفضلية فحاجات كتير لأن النفسية نفسها بتاعة برج العزراء هتتعدل من أكتر الحاجات اللي هتتعدلها هو الوضع العائلي الوضع العاطفي الوضع الاجتماعي ده اللي هيحسن النفسية القوية لبرج العزراء بشكل قوي جدا زاد أنه هيكون فيه شيء أنت كنت منتظر تسمعه أو خبر إيجابي أو فيه شيء أنت كنت ماشي أو شايف وجهة نظر معينة ولكن هتلاقي وجهة النظر بقت مختلفة تماما للإيجابية ده برضو هغير في نفسيتك ممكن يكون عندك تأثير شوية مش إيجابي من الناحية العملية أو من الناحية المادية لأنه عندك مسئوليات مستمرة يعني عندك ملتزمات كتيرة عندك فلوس بتصرفها عندك مشغولات أنت مطالب بيها عندك فلوس أنت مرتبط أنك تدفعها هتدفعها ولكن ده ده ضغوط يعني ده ضغوط لأصحاب برج العزراء والناحية العملية وضغط وفيه ضغوط يعني ممكن يكون عليك مسئوليات من الناحية العملية فكل ده ضغوط وهيكون فيه إيجابية يعني ضغوط مع إيجابية ولكن الوضع الإيجابي اللي أنا عايزة أتكلم عليه بقى اللي عايزة ديله مساحته فيه النص التاني خلوني أبدأ بالوضع العاطفي لأن الوضع العاطفي ده أكتر الحاجات اللي شغلة بال أصحاب برج العزراء بشكل رهيب برج العزراء كتير منكم عايز يحسن العلاقة بتاعته بالنسبة للناس المرتبطين وبالفعل هيكون العلاقة بتدخل لإطار التحسن يمكن يكون فيه بعض المشدات ما بين مثلا برج العزراء والأبراج النارية وبرج العزراء وبعض الأبراج الهوائية فيه اختلافات يعني فيه مشدات شوية الحاجات اللي من النوعية دي ولكن برج العزراء انت عايز تحسن العلاقة وهيكون عندك فرصة قوية جدا جدا لتحسين العلاقات بشكل رهيب في النص التاني برج العزراء بالنسبة للناس اللي هم منتظرين حب أو منتظرين أحد يبقى هو هم بيفكروا فيه أو من طرف واحد أو هيبدأ الشخص ده انت بتعمله تخاطر يعني لو شخص انت بتفكر فيه أو انت عارفه انت شخص انت عارفه بس هو لسه ما صرحش ليك بالحب ما صرحش ليك بان هو بيحبك أو بيعايز يرتبط بيك بس انت بتعمله تخاطر انت بتبدأ ترسله إشارات بدون ما انت تسعى فبيبدأ ان هو هيردلك الإشارات دي هتلاقي بعض الحاجات اللي ممكن توديلك أو تديلك كده بعض الإشارات هتحس ان هو كمان بيعمل لك تخاطر هيكون فيه ما بينكم تواصل اللي هو اللامباشر وده هيكون شيء ممتع هيحس بيه برج العزراء هتبدأ تفكر كتير هتبدأ تسرح كتير هتبدأ ان انت تشتاق للحب أكتر والرومانسية أكتر وما تنسوش ان انا قلتلكم ان برج العزراء من بداية السنة يمكن اللي شغل باله موضوع الحب العاطفة ان احنا ننسى الماضي ان احنا ننتقم من الماضي ان احنا نرجع للماضي بالماضي بقى ده اللي عامل شغلة كبيرة جدا لبرج العزراء ولكن كتير عايز انه يرتبط عايز اعيش قصة حب عايز اكون احسن علاقتي مع الشريك احس ان انا حياة حلوة ان انا مستمتع بالحب ان حد مستمتع معي بالحب مديني اهتمامات استقراري يعني برج العزراء عايز استقرار عاطفي جدا بالنسبة بقى للماضي النقطة الكبيرة اللي انا عايز اصلاط عليها الدوق شوية ان برج العزراء انت بتفكر في الماضي وبتكابر وده قولنا من التوقعات في التفصيلية ولكن انت النص التاني عندك بتفكر اكتر عندك عايز تتكلم مع الشريك او اللي انت قدت مرتبط به بشكل قوي لانه هو حد مهم جدا بالنسبة لك عايز تكلمه بس انت من ظاهري بتاعك لأ مش هكلمه لأ انا مش عايزة ويمكن بتوصله كمان بعض الكلام انك الموضوع منتهي واحنا اصدقاء لو عايز انما حب نو لا مفيش حب تاني وانت بتفكر انك عايز ترجع وده بنسبة 70% من اصحاب برج العزراء اللي انا بتكلم عليهم دلوقتي التلاتين في المية عايز انتقام يعني عايز تنتقم من علاقة انت تركتها او تركتك يعني ايا كان فالماضي كمان بالنسبة لل 70% بيفكر فيك جدا وعايز يرجعلك والنص التاني هيبدأ يرجعلك وزهور كمان شخص جديد هيبدأ ان هو عايز يقرب منك اكتر فانت هيكون عندك مش منافسة هو انت هتبقى محتار تختار مين الماضي اللي عايز يرجع ولا قلبك لسه شغال لي ولا الشخص الجديد اللي ممكن يكون مناسب من جميع الاحوال برج العزراء انا فيه حاجة بس اعايز اقولها وسيطة جدا فيه اشخاص كتير قالوا لي مش كتير هم يعني حقبك اقول لان انا قريتهم يعني قريت البعض رسال ان انا انصح الناس ان هي تقعد في البيت طبعا اقول الناس تقعد في البيت والجوانتي وان احنا يكون على طول معانا الكحول ان احنا نكون محافظين على نفسنا لان فيه اشخاص مقدرش اقول لهم ان هم يقعدوا في البيت وهم مستنين لقمة العيش مقدرش احكم على ده يعني انا انزح ان احنا نلتزم بقواعد الحزراء فقط عاما تن نرجع لموضوعنا عشان مسرقش الموضوع من برج العزراء برج العزراء انت عندك كمان الوضع الاجتماعي مهم جدا او العائلي لان عندك تحسين علاقات بشكل رائع متميز يمكن اشخاص مهمين بالنسبة لك هتبدأ تتحسن معاهم علاقتك هتبدأ ان انت تحسن انك زي كوردة وبترجع تتفتح مرة تاني هتبدأ على حصول حق كان منهوب منك كميراث او كان فيه حاجة كانت منهوبة او حق كان متاخد باي شكل من الاشكال هيبدأ يرجع لك هيكون فيه فعلا عوض لك يا برج العزراء استبشره خير استبشره فعلا خير لان هيكون فيه ايجابية واجابية النسبة كبيرة من اصحاب برج العزراء خاصة العشرية الاولى والعشرية التانية برج العزراء كمان انت عندك الوضع الاجتماعي هيكون فيه اشياء كتير مهمة يعني انت كنت ممكن تكون شايف ان فيه شخص مداري عليك بعض الاشياء او بيخب عليك حاجة ممكن يكون الشخص ده مهم جدا بالنسبة لك هيبدأ ان هو يعترف ليك فده هيكون امر ايجابي او وضع ايجابي لان انت هتحس ان انت قربت من الاشخاص دي جدا جدا هيكون عندك تحسين علاقات بشكل كمان قوي يعني انت هيكون او كان عندك منافسة قوية النص الاول لكن النص التاني انت بتحاول ان انت تحسن من المنافسة او ان انت تكون لأ انا هبدأ ان انا مثلا ابص الاتجاه تاني مش ابص الاتجاه المنافسة فده هيكون شيء جيد كل فيه اشياء كتير كتير يا برج العزراء هتخلي نفسيتك افضل على النص التاني من النص الاول او الشهر مارس اساسا فالنص التاني هيكون عندك ايجابي وهيكون على فكرة اخر اسبوع في الشهر هو الايجابية الفعلية اللي احنا ممكن نكون عايزين نسلط عليها الدوق اكتر يعني ممكن يكون على فكرة برج العزراء انت مازلت بتجواك بعض الاوجاع واللي متأثر بيها صحتك لان عندك توتر ودايمن تفكر 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 وفي الاخر تهرب للنوم او تفكر كتير وتبقى عايز تهرب انك تكلم حد وينسيك التفكير اللي جواك او الهموم اللي جواك ده مازال موجود ولكن بيروح وييجي ودا قلناه من قبل كده يعني فيه حاجات مش عايزة عيدها مرة تاني ولكن متى ده هيروح وييجي معاك لان فيه ايام انت هتمر بيها تكون فيها كل تحظ فهيبدأ يأثر عليك شوية تأثيرات سلبية ولكن الاكتر فيه افضلية لان فيه احداث كتيرة ايجابية فيه خبر مهمة خاص بيبي او فيه خبر ان انت هتسمع حاجة لها علاقة بمولود جديد او حاجة هتشتريها جديدة فيه شئ جديد فحياتك هيكون ليه خبر مهم هيبقى بيدي لك باور او هيدي لك اللي هو جو الانتعاش ده برج العزران مش عايزة اطول عليكم بس عايزة اقول لكم بجد استبشروا خير خليكم مسكن في نفسكم ابعدوا عن التوتر وعن القلق وعن كل الحاجات دي احنا قادرين ان احنا نستغل الايام اللي فيها اللي تحظل تقوية شخصيتنا وتقوية نفسنا فيه امور كتير جدا جدا برج العزران انا بعشقكم بجد وبحبكم جدا جدا مش عايزة اللي بدي تفاول على الفكرة انتو اللي بتدوني تفاول عشان انا بلاقي تعليقات كتير من اصحاب برج العزران في الموضوع ده بس احبكم بجد بجد ما تنسوش الليك وشير واشتراك في قناة وتفعيل الجرس زلاب